موسيقى موسيقى دايماً بتكون بأهم العنوين نشوف موسيقى في تريند الأهلي الفريق الأول يبدأ استعداداته للوداد غدا موسيقى كهرباء يكترب من الشفاء وحقيقة انذار الشناوي موسيقى أما في التريند العالمي محمد صلاح يدعم باندايك بعد تأكد إصابته بالصليب موسيقى طيب قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة النهاردة خليني أقول لحضراتكم أهم المباريات في مختلف الدوريات ومختلف البطولات حول العالم خليني نبتدي بمباريات اليوم في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية النهاردة نهضة بركان حيلاعب حسينية أخدير في دور نصف النهائي من هذه البطولة وبالمناسبة طبعا هي مباراة وحدة مفيش ذهب وإيام يعني عبارة عن دورة مجمعة بتقام في المغرب كمان في الدور الإنجليزي في بعض المباريات المهمة النهاردة بيرنلي مع وست برومتش آلبيون دي هتكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ومباراة أخرى الساعة تسعة بالليل ما بين وولفر هامتون وليدز يونيتد أيضا هتكون مباراة قوية في الدور الإنجليزي طيب الدور الإيطالي كمان في مباراة وحيدة ما بين هلاز فيرونا وجنوة دي هتكون في تمام الساعة التاسعة مثاء دي أبرز المباريات اللي هتجرى النهاردة تحديداً الاثنين من هذا الأسبوع طيب خليلي أروح لفاصل لأنه عندي تفاصيل كتير جداً بعد الفاصل هنتكلم فيها مع حضراتكم يا الله بيت طيب في الحقيقة فاكرة ترند ترند النهاردة عندي كم تفصيلة مهمة جداً عايز أتكلم فيها مع حضراتكم ونوضحها لكل جماهير النادي الأهلي أول أمر وهو بيتعلق بمحمد الشناوي ولغض كتير جداً على مدار الساعات السابقة بخصوص أنه مهدد بالغيابة عن المباراة النهائية في حالة تأهل النادي الأهلي لهذه المباراة بسبب تراكم الإنذارات فمهم أول توضيح لنوضحه لكل جماهير النادي الأهلي وأنا حوضح لحضراتكم بالتفاصيل لأنه دايماً لازم يكون معلوماتنا موثقة في الحقيقة قبل بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا أو البطولات الأفريقية بشكل عام هذا الموسم كان فيه اجتماع للجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاجتماع ده كان في شهر 8 2019 أعضاء اللجنة كانوا بيقولوا في الاجتماع ده مقترحتهم بخصوص البطولات الجديدة والموسم الجديد للاتحاد الأفريقي والبطولات الأفريقية من ضمن هذه المقترحات أحد الأعضاء اقترح قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة إحنا عايزين نخلي الإيقاف بالنسبة لأي لاعب يكون بعد حصوله على الإنذار التالت مش التاني وتم الموافقة على الاقتراح ده فبالتالي محمد الشنايو عنده انذار وحيد دلوقتي ما عندهش انذارين كمان لأنه في ضربة الجزاء في ماتش الوداد ما خدش انذار هي تحسبت ضربة الجزاء من غير انذار تمام؟ فهو أصلا عنده انذار واحد فغير مهدد بالغياب عن المباراة النهائية في حالة بإذن الله تعالى وصول النادي الأهلي لهذه المرحلة والمباراة النهائية من بطول الدوري أبطال أفريقيا فدي جزئية مهمة جدا معنا الخطاب كمان اللي أرسله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل بداية البطولات الأفريقية لكل الأندية اللي شاركت سواء في بطول الدوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية الأفريقية زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم على الشاشة ده الخطاب اللي بعته الاتحاد الأفريقي لكل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وبينص على بندين مهمين أو البند الأولاني زي ما قلت لحضراتكم إن إيقاف أي لعب يكون بعد حصوله على الإنذار التالت مش التاني البند التاني كان من ضمنه برضو للمقترحات لبعض الأعضاء في لجنة الأندية إن يا جماعة لو إحنا دلوقتي نادي الأهلي مثلا مسافر عنده مطش في الكاميرون وحيقابل مثلا فريق القطن الكاميروني مثلا يعني فأنت هتنزل في العاصمة الكاميرونية فلو المسافة بعيد 200 كيلو عن العاصمة فالفريق اللي بيستضيف أو فريق صاحب الملعب لازم يوفر طائرة على حسابه هو تمام للفريق الضيف اللي هو مثلا النادي الأهلي وأنا بضرب لحضركم مثلا يعني طالما المسافة 200 كيلو بعيدة عن العاصمة أو بعيدة عن المكان اللي حيوصل فيه النادي الأهلي أو الفريق اللي حيشارك في هذه المباراة يعني فده برضو من ضمن البنود ومن ضمن المقترحات اللي تم الموافقة عليها واللي كانت متواجدة في الخطاب اللي تم إرساله واللي أنا عرضته لحضراتكم دلوقتي لكل الأندية في المشاركة في البطولات الأفريقية سواء بطولة دورة الأبطال الأفريقية أو بطولة الكونفدرالية بالتالي احنا ما عندناش أي لاعب دلوقتي في النادي الأهلي مهدد بالإيقاف عن المباراة نهائية طيب مين عنده انذارات اللي عندهم انذارات هو انذار وحيد لكل اللعيب اللي حقول لحضراتكم عليهم محمود متولي وكده كده محمود متولي ربناش فيه عفية عنده ربط صريبي فهو مش متاح أصلا بالنسبة للنادي الأهلي فيما تبقى في هذه البطولة وكمان عندنا أحمد فاتحي أيمن أشرف أليو ديانج وجيرالدو ومحمد الشيناوي دول عندهم انذار وحيد لو لقدر الله حتى أخذوا انذار في مباراة الأياب أمام الوداد برضو حيكون متاحين بإذن الله حيكونوا كلهم متاحين للجهاز الفني في المباراة النهائية إن شاء الله لما يوصل النادي الأهلي من خلال مباراة الأياب يوم الجمعة فده بالتالي كان توضيح مهمة قوي كنا حابين نقوله لحضراتكم مع بداية حلقة اليوم ووضح إن في ناس لسه عندهم اللايحة القديمة بتاعة الاتحاد الأفريقي أو بتاعة البطولات الأفريقية دي اللايحة الجديدة اللي تم اعتمادها قبل انطلاق البطولات الأفريقية هذا الموسم وده كان بعد الاجتماع اللي كان في شهر 8-2019 قبل انطلاق البطولات فده أمر مهم طيب تعالى الأمر آخر غاية في الأهمية وفيما تعلق بالإصابات ودايما جمهور الأهلي بيبقى عايزة تطمن على لعبته إحنا عندنا اتنين لعيبة في الأهلي دلوقتي محل شك من المشاركة في مباراة الوداد يوم الجمعة اللي جاي لكن أنا عايزة تطمن جمهور النادي الأهلي رقم واحد قهربة يعني خلاص على وشك الشفاء التهم نسب كبيرة جدا جدا إن هو يشارك في المباراة القادمة أمام الوداد يعني خلاص يعتبر الألام كلها راحت شوفي تمام من الإصابة في العضلة الخلفية لكن ممكن ما يكونش لسه جاهز بدنيا بنسبة 100% حيتم تجهيزه على مدار الأربع اتيام اللي جايين قبل المباراة بدنيا لو لأك بنسبة 100% بدنيا حيكون متاح للجهز الفني على حسب بقى رؤية المدير الفني مستر بيتسو ميسماني يشارك كهرباء ولا لأ لكن نسب مشاركته في هذه المباراة تتخطط 90% ده بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهرباء حتى هذه اللحظات يعني ده المستجد اللي موجود معنا لغاية اللحظة أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي طيب اللاعب الآخر واحد أبرز اللاعبين في النادي الأهلي عمدار الفترة اللي فاتت هو محمد مجدي أفشا موقف أفشا ايه احنا كنا عارفين ان كان فيه كلام بعد المباراة الأولى مباراة زي أمام الوداد ان أفشا عنده كادمة قوية في الدلوع ده حقيقي وعنده إجهد في العضل الخلفية موضوع العضل الخلفية ده خلاص انساء مفيش إجهد ولا حاجة وسليم جدا يعني هو سليم لو بنتكلم على العضل الخلفية لا خلاص بيتسليمها من مليون في المية بالنسبة للأفشا وجاهز ان هو يلعب لكن ايه اللي حيحصل بكرة بكرة قبل المرأة مباشرة اللي حيكون العصر تقريبا الساعة خمسة بالضبط قابليه بنصف ساعة أو ساعة حيروح أفشا لمستشفى المعلمين اللي بجوار النادي الأهلي بالجزيرة حيعمل أشعة على الضلوع ليه لأنه حتى الآن عنده بعض الألام الخفيفة بعض الألام الخفيفة اللي في الضلوع بالنسبة لمحمد مجدي أفشا هيعمل الأشعة الأشعة حتبين حجم الإصابة لكن احنا تطمنا بشكل مباشر في الحقيقة وعرفنا أن هي إصابة خفيفة هل هتوعيك أفشا عن المشاركة في المباراة المجبلة لا مش هتوعيك أفشا في كل الأحوال لأنه اللي يبقى عنده ألام خفيفة لكن مش اللي هي توعيكه عن المشاركة في المباراة الأشعة هتكون زيادة في الاتمئنان ليس إلا بالنسبة لمحمد مجدي أفشا لعب النادي الأهلي وأحد أبرز اللعبين خلال الفترة الأخيرة فبالتالي تبقى لكل المعطيات دي القايمة كلها أو كل اللعبين اللي متاحين بالنسبة للجهاز الفني بخلاف الإصابات الطويلة طبعا مش بتكلم عنها يعني مثلا متولي هو يعتبر اللعب الوحيد اللي يعتبر مقايد في قايمة أفريقيا دلوقتي وعنده إصابة طويلة فهو مش متاح كده كده لأنه صليبي بخلاف ذلك كل اللعبين بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية حيكونوا متاحين لمستر بيتسو في مباراة القياب وهي مباراة في الحقيقة غاية في الأهمية وده أمر مهم بالنسبة لنا أن كله يبقى متاح عشان يبقى عنده ارتاحية في اختيار التشكيل الأنسب لهذه المباراة بالتالي أنا عايز أتكلم عن أهمية هذه المباراة ولا يخفى سر عن جمهور النادي الأهلي وهي العقلية والثقافة كده عند جمهور الأهلي إن احنا ما بنفرحش غير لما نتأهل الكلام ده احنا اتكلمناه مبارح لكن هل مباراة الوداد سهلة إطلاقاً مباراة في المتناول لا طبعاً طبعاً الوداد مش باكي على حاجة إطلاقاً الناس جايين حيبقوا عايزين يكسبوا يعوضوا النتيجة انت كسباني 2-0 نتيجة مريحة شوية لكن مهمة أوي مهمة أوي من الجاز الفني واللعبين ودي رسالة هم مدركينها بشكل كبير جداً 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 إن هم يلعبوا هذه المباراة على إنهم اتعدلوا على إنهم كمان خسروا ليه؟ لأن ده شوط أول خلص أنت بتفكر في الشوط الثاني اللي حيكون في القاهرة يوم الجمعة اللي جاية مهمة أوي إنك تلعب على إنك تكسب مش بقى عندك فرصة إنك تخسر واحد فرصة إنك تتعادل فقرش صحيح لا أنت عايز تكسب المباراة دي لما تكسب كمان المباراة دي بإذن الله واحد أحد وتتأهل المباراة النهائية أنت بتوجه رسال قوية قوية للفريق اللي حيقابلك بإذن الله في المباراة النهائية أيا كان مين هو الفريق سواء الرجاء أو الزمالك والزمالك فرصه أعلى بعد فوزه بالأمس على الرجاء بالنتيجة واحد سفر في المغرب فهي رسالة مهمة جدا للاعاب النادي الأهلي وهم مدركينها وفهمينها كويس قوي قبل مباراة العياب بإذن الله طيب سريعا خلينا أقول لحضراتكم من ضمن الأخبار كمان المهمة لتتعلق بالجانب الإداري النهاردة كان فيه جولة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس الإدارة فيه فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وده لتفقد الأعمال الإنشائية الجديدة تبقى للجدول الزمني وتبقى للمسرعات اللي بصدد الانتهاء منها خلال الفترة اللي جاية وده دور مهم جدا مجلس الإدارة وفي الحقيقة مجلس الإدارة ماشي في اتجاهات عدة سواء على الجانب الإنشائي الجانب الرياضي الجانب الاجتماعي أمور طبعا احنا كلنا عارفنا متعودين عليها داخل النادي الأهلي فأمر جيد في الحقيقة دي كانت أهم وأبرز الأخبار في فقرة تريند تريند مع بداية حلقة النهاردة هروح لفاصل سريع بعدين يرجعني كمان استنونا طيب الكلام كان على النادي الأهلي بخصوص النهاردة في السوشيال ميديا فبالتالي خلينا نروح نشوف تريند الأهلي ونبتدي بحساب يلا كورا على فيسبوك واللي بيقول تراكم البطاقات موقف الأهلي لا يوجد أي لعب من المقرر أن يتواجد بقائمة الفريق لمباراة الوداد يحمل بطاقتين صف رواتين فالموضوع ده احنا خلاص شرحناه لحضراتكم مع بداية الحلقة وتم حاسمه نهائيا عشر لغة اللي كان حاصل على مدار الساعات السابقة طيب حساب سوبر كورا على فيسبوك بيقول أن الأهلي يحذر اللعبين من الاختلاط تجنبا للإصابة بفيروس كورونا طبعا ده أمر مهم جدا اللعب النادي الأهلي منتزمين وعارفين مدى حجم المسئولية اللي ملقاة على عاطقهم في الحياة خلال الفترة الحالية فلعب اللي في النادي الأهلي بيعمل ايه؟ موجود في البيت لغاية لما يجي معادة التمرين يروح التمرين يرجع على البيت وطبعا انتوا عارفين بيه فيه مساحات وتبقى للبروتوكول الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة قدم فهم أكيد ملتزمين جدا وعارفين مدى المسئولية اللي قدامهم دلوقتي طيب المصر الرياضي ده حسابهم على تويتر وبيقولوا ان الأهلي يسعى لتجهيز كهرباء استعدادا لمورات القياب أمام الوداد وده بيحصل فعلا وتجهيزه هيكون تجهيز بدني لان هو خلاص شفيا تماما من الإصابة بنسبة 95% يعني على مدار الساعات القليلة القادمة يكون الموضوع تم حسمه بشكل كبير طيب خلينا نروح برضو يلا قورة كهرباء جاهز طبيا وده اللي أكدنا على حضرتكم وشرط يحسم عوداته أمام الوداد والشرط بيتعلق به الجانب البدني ان هو يكون جاهز بدني حيتم تأهيل كهرباء على مدار الساعات القادمة والأيام القليلة القادمة قبل مبارات القياب أمام الوداد طيب تعالي نروح لبعض الصفحات الجماهرية وده بيبقى أمر مهم جدا تحديدا في الفترة الحالية وأهمية الرسائل دي في إنها بتكون دافع قوي اللعب النادي الأهلي قبل التحديات المختلفة فخلينا نبتدي بحساب ماجيكانو على فيسبوك وبيوجهوا رسالة مهمة أو اللعب النادي الأهلي بيقول لهم الجمهور من حقه يفرح يحتفل احتفالاته تستمر يوم اثنين تلاتة ده شيء طبيعي وعادي لكن برضو بعيد عن الأوفر يعني وبعض من العقلانية لأن حاليا المكان الوحيد اللي اللعيبة بتشوف فيه ردود أفعال الجمهور هو السوشيال ميديا تمام وقاله مش المدرج لازم برضو الجمهور يبقى عارف أن الموضوع لسه ما تحسامش وده أمر طبيعي والكلام دايما بنأكد عليه لسه عندك مباراة إياب يعني بيوجهوا رسالة على مدار ما تبقى من هذه الرسالة أن خلاص أنت لازم تركز في الماتش اللي جاي من غير ما تتطرك إطلاقا أو تفكر إطلاقا في مباراة الذهاب والنتيجة بتاعتها وكلام من ده لسه الموضوع ما تحسامش فريق الوداد فريق كبير عنده تاريخ فريق مميز عنده لعبين مميزين وجهاز فني جيد فبالتالي لسه الأمر لما يحسن بعد لازم نشتغل على نفسنا بشكل أقوى ونطور كمان من أداء الفرقة وإن شاء الله يكونوا في الموعد يوم الجمعة عشان يقدروا يتأهلوا الموضوع النهائية مش بس الهدف تأهلوا الموضوع النهائية لا الهدف بإذن الله البطولة رغم صعوبتها بسبب الفرقة المشاركة فيها نروح للأهل اليوم على فيسبوك وبيقولوا ما كانش فيه جمهور على ملعب الوداد ونفس الشيء في القاهرة ودي نقطة مهمة قوي انت لعبت الوداد كفرقتين بيلعبوا مع بعض فنيا في الملعب دون أي عناصر أخرى ممكن تكون مؤثر الكلام ده كان في المغرب من غير جمهور خلي بالك في العودة كمان انت تلعب من غير جمهور فالتكافؤ حيكون موجود ما بين فرقتين مين اللي حيرجح كافة فريق على الآخر هو التركيز الجدية الجوانب الفنية والتيكتيكية اللي حتميز فريق على الآخر لما فيه جمهور طبعا الجمهور بمؤثر سواء جمهور الوداد أو جمهور الأهلي ودي أيضا رسالة من دول الرسالة المهمة اللي قالتها صفحة الأهلي اليوم على فيسبوك طيب دي كانت بعض الأمور اللي بتتعلق بترند الأهلي هروح لفاصل سريع بعدين نركع نكمل يالله بي طيب النهاردة في مطرين بسكت جامدين أول رجال السلب النادي الأهلي وأولى البطولات في الموسم الجديد في دوري مرتبط رجال أول مباراة لفريق المرتبط تبتدت الساعة أربعة العصر ما بين الأهلي وفريق جزيرة الورد والمباراة دي كانت مهمة لأنها انطلاقة البطولة دي شطات من المباراة وقدر النادي الأهلي أنه هو يفوز بيها المباراة الثانية هتكون الساعة ستة للرجال بقى رجال كرة السلب النادي الأهلي وهتكون أيضا مع جزيرة الورد وهما دلوقتي في مرحلة الكروسات رايح جاي المباراة العودة هتكون بعد بكرة عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المباراة وأبرز الأحداث الخاصة بيها خلينا نروح سريعا لزاملنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي كان حاضر في صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على الهواء مباشرة عشان يقول لنا التفاصيل الخاصة بهذه المباراة يا فاروق أهلا بيك كل التحية لك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما تكلمت يا أمير وقلت على لقاء الأهلي المرتبط مع فريق جزيرة الورد طبعا يا مير عشان نحط الجماهير في الصورة أكتر ونفهم القصة للجماهير ولكل المشاهدين كان فيه دورتين مجمعتين أقيموا الدورة المجمعة الأولى كانت أقيمت في النادي الأهلي وتصدرها النادي الأهلي بيلعب طبعا دي بطولة الدوري الخاصة بفرق المرتبط الدورة المجمعة كانت أقيمت في النادي الأهلي وانتهت بتصدر النادي الأهلي لمجموعته الدورة المجمعة الثانية كانت أقيمت بطنطة وأيضاً انتهت بتصدر النادي الأهلي لمجموعة والمجموعة اللي كانت بتضم مع النادي الأهلي النادي الأهلي وطلع الجيش وطنطة والزهور فازي الأهلي في كافة اللقاءات سواء لقاءات المرتبط أو لقاءات فريق الرجال بعد انتهى الدورتين المجمعتين بتعمل نظام اللي هي المقصات أو نظام خروق المقلوب ودور المقصات بالضبط فدور الستاشر يا امير بيقام لقائين لقاء ما بين الاهلي وجزيرة الورد هنا على ملعب وصالة النادي الاهلي ويكون اللقاء الثاني يوم اتنين وعشرين عشر على ملعب فريق جزيرة الورد النهاردة بيقام لقائين انتهى اللقاء الاول لفريق المرتبط بالفوز على فريق جزيرة الورد المرتبط بنتجة كبيرة بعد بكرة السيدات يا فاروق صاحب بعد بكرة السيدات بعد بكرة السيدات يا امير بمشيئة الله اللقائين اليوم الخاصين بالمرتبط الرجال المرتبط الفريق الأول رجال لقاء العودة ليهما يقام يوم 22 عشرة بالنسبة للمباراة النهاردة أمير زي ما قلنا النادي لعلي تسايد اللقاء تماما منذ الدقائق الأولى كوارتر الأول والفترة الأولى النادي لعلي أنها بتتقدم بـ 14 لاشيء عايز أقول لك تألق مجموعة من اللاعبين أشاد بهم الكابتن إسلام الكلاني المدير الفني للفريق يعني عايز أقول لك أنه في مجموعة وعناصر مبشرة جدا في فريق النادي لعلي يعني أبرزهم حازم محمد حسن وصيف قدار هندوي وهو نجل واحد من نجوم كورت السلة السابقين في النادي لعلي قدار هندوي وأيضا محمد ده طارق خيري ونجل الكابتن طارق خيري إضافة إلى كريم عمر وياسين محمد وفؤاد سعد وياسين علاء وعمر أنيس مجموعة من اللاعبين النهاردة تألقت من فريق النادي لعلي انتهى اللقاء يا أمير الساعة السادسة إن شاء الله هيكون لقاء الفريق الأول للنادي الأهلي مباراة أيضا مهمة أمام فريق جزيرة الورد نادي الأهلي بعد مضم مجموعة من العناصر المهمة في الفترة الأخيرة عمر طارق وعمر الجندي ومحمد مصطفى مودي وحمد مهيم دي كانت كل تفاصيل يا أمير من هنا من داخل صالة الشهداء أنا موجود معاك يا أمير لو فيه أي استفسار أو أي تساول أنا بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا قال لنا كل التفاصيل الخاصة بمبارات الأهلي المبارات كانت لمرتبط الرجال والمبارات الثانية هتكون الساعة 6 لرجال كرة السلة وفي الحقيقة كرة السلة تحديدا فريق النادي الأهلي عمل بعض تعقودات المهمة عمر طارق تحديدا كمان ما شاء الله طول فارع وحاجة مهمة جدا في لعبة كرة السلة فبإذن الله موسم مميز بالنسبة له ومبروك على البداية والانطلاق الجيد هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل يلا خلينا سريعا نروح للترند العالمي نشوف أبرز الأمور اللي حصلت على مستوى الرياضة العالمية أهم حدث وحدث هو حزين بالنسبة لكل عشاء كرة القدم وهو أصابت فيرجر باندايك مدافع ليبر بولا المدافع الهولندي الشهير بأطعف الروباط الصليبي الأمامي فبالتالي حيغيب فترة طويلة دي كانت رسالة من فيرجر باندايك بعد الإصابة وقال إيه؟ قال أركز حاليا كليا على التعافي وسأفعل كل ما بوزحي للعودة في أسرع وقت رغم الإحباط الواضح أصدق أن الفرصة تكمن في الأوقات الصعبة ومع مساعدة الله سأتأكد من العودة أفضل وأكثر لياقة وأقوى من أي وقت مضى في الحقيقة ضربة مجاعة بالنسبة لليفر بول مش عارف مستر جونجر كلوب حيتعامل معها إزاي فبالتالي خلينا نروح لنجمنا المصري محمد صلاح وحسابه الرسمي على تويتر نزل تغريدة وقال لفرجر باندايك أتمنى عودتك في أسرع وقت مع صورة لهم هم الاتنين في إحدى المباريات طيب كمان حساب بليتشر فوبول على تويتر اتكلم وقال إن الاتحاد الإنجليزي أكد أن بيكفورد لن يواجه أي عقوبة بعد التحام القوي اللي كان مع فرجر باندايك واللي نتج عن إصابة اللعب بقطع في الروباط الصليبي وخصوصاً إن الكرة ما تحسبتش ضرب الجزاء وما كانت أوفصيت في هذا التوقيت لكن في كل الأحوال أهم حدث عالمي خلال الفترة الحالية وهو إصابة فرجر باندايك دي أبرز الأمور في الترند العالمي سريعاً خليني أخذ تعليق جمهوري نادي الأهلي على سؤال حلقة اليوم وهو بيتعلق بالرسالة اللي ممكن يوجهوها للعابي نادي الأهلي قبل موارات يوم الجمعة موارات الإيابة أمام الوداد فبالتالي مصطفى الأهلاوي قال إيه؟ قال نسيان نتيجة الزهاب وأخوض لقاء العودة بالنفس الحماس والرجولة وبتوفيق ربنا هنحقق فوز تاني إن شاء الله بإذن الله طوقة حمدي قالت ربنا ينصر لعاب الأهلي ويفقهم جميعاً يا رب اتسعى يا أهلي بإذن الله ربنا يكرم بإذن الله أمل سيد قالت ربنا معاكم يا رب أفريقيا الكبار والأهلي كبير القر طيب لسه معنا بعض التعليقات كمان أحمد عبد وقال أفريقيا الله يخليكم من أجل الـ 74 شهيد ومؤمن زكريا جودة قال شدوا حلكم إن شاء الله البطولة في الجزيرة جورج نجيب قال استمروا في هذا الأداء الرائع وعلي أحمد أخيراً قال الشوت الأول انتهى ولكن المباراة لن تنتهي لازم الحظر وعدم التهاون في مباراة العودة بالتوفيق للأهلي إن شاء الله الأهلي يكون مواقفق في مباراة العودة يقدر يحقق فوز ويأكد الرسالة اللي بيوجهها لكل يعني أندية القرى الأفريقية وبتحديد المشاركين في هذه المرحلة من البطولة إنه هو فريق بطل وقادر على تحقيق هذا اللقب الغالي لكن في كل الأحوال قبل كل شيء نتمنى التوفيق يكون حليف النادي الأهلي وقبل كل شيء كمان دعم وجمهور النادي الأهلي حيكون مهم خلال المرحلة القادمة ومتبقية من بطولة دوري أطال أفريقيا وكل التوفيق النادي الأهلي في مباراة ويوم جمع عمام الأوداد دي كانت حلقتنا وحلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج إلى اللقاء